اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الرابعة والثلاثين وهي قوله القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشه واختيار وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير وهذه القاعدة من فروع قاعدة مراعاة المصلحة في الشريعة فقد تقدم معنا في القاعدة السابقة وهي القاعدة الثالثة والثلاثون أن الشريعة في جميع أحكامها العلمية والعملية مبرية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا أصل مقطوع به في الشريعة ومن فروع هذه القاعدة الكبرى هذه القاعدة الجزئية التي ذكرها المصنف رحمه الله لأن القاعدة قد تكون قاعدة كلية كقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وقد تكون قاعدة جزئية كالقاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا وهي القاعدة التي تدخل ضمن أفراد قاعدة هي أعم منها وقوله إذا خير العبد التخير مصدر خير يخير والمراد بالتخير عند العلماء هو تفويض الإتيان بخصلة من الخصال المأذون فيها إلى المكلف تفويض الشارع الإتيان بخصلة من الخصال المأذون فيها إلى المكلف وقولهم المأذون فيها يشمل الواجب لأن الواجب مطلوب فعله وهذا يتضمن الإذن فيه وكذلك يشمل المندوب لأنه مطلوب فعله وهذا يتضمن أيضا الإذن بالإتيان به ويشمل ويشمل المباح لأنه مأذون في فعله وتركه فإذا خير الشارع المكلف أو فإذا طلب الشارع من المكلف أن يفعل خصلة من ثلاث خصال مثلا أو من خصلتين فإن هذا يسمى تخيرا وهل التخير بمعنى الإباحة أو لا والجواب على ذلك أن التخير أعم لأنه قد يكون تخيرا بين واجبين وقد يكون تخيرا بين مندوبين وقد يكون تخيرا بين مباحين فالتخير أعم من الإباحة والقاعدة يؤخذ منها أن تخير المكلف نوعان النوع الأول أن يكون التخير لمصلحة المكلف أن يكون التخير لمصلحة المخير نفسه والنوع الثاني أن يكون التخير ليس لمصلحة المكلف نفسه وإنما لمصلحة غيره فهذان نوعان كل واحد منهما له حكم يختلف عن الآخر فأما النوع الأول وهو إذا كان التخير لمصلحة المخير فإن المخير له أن يفعل ما يشاء مما خير فيه على حسب رغبته وشهوته فإذا كان التخير يرجع إلى مصلحته هو فإن له أن يفعل ما يشاء مما خير فيه على حسب رغبته وشهوته وهذا هو التخير الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بأنه تخير تشه واختيار ومن أمثلة ذلك أن الشارع خير في كفارة اليمين بين عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوة عشرة مساكين ف للمكلف أن يفعل أي واحد من هذه الأمور الثلاثة فإذا أعتق فقد امتثل الأمر وإذا ترك العتق وأطعم عشرة مساكين فقد امتثل وإذا ترك العتق والإطعام وكسى عشرة مساكين فقد امتثل الأمر على حسب رغبته وشهوته وكذلك المحرم بحج أو عمره إذا حلق أو قصر أو تطيب أو قلم أظفاره أو غط رأسه أو لبس مخيطا فإنه مخير بين ثلاثة أمور الأمر الأول أن يصوم ثلاثة أيام والأمر الثاني أن يطعم ستة مساكين والأمر الثالث أن يذبح شاه فأي واحد فعله من هذه الأمور الثلاثة فإنه يتحقق بذلك الامتثال وهذا التخيير راجع إلى رغبة المكلف وشهوته هذا هو النوع الأول وهو التخيير الذي يكون لمصلحة المخير النوع الثاني وهو أن يكون التخيير ليس لمصلحة المخير وإنما لمصلحة غيره فحكمه أنه يجب على المكلف المخير أن يفعل ما هو أصلح أن يفعل الأصلح ولا يرجع التخيير إلى شهوته ورغبته بل يجب عليه أن ينظر في الخصال المخير فيها ويتأملها فيفعل ما هو أعظم مصلحة منها وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بأنه تخيير اجتهاد ومصلحة تخيير اجتهاد في المصلحة أما الأول فهو تخيير تشه واختيار أما هذا النوع الثاني فهو تخيير اجتهاد في المصلحة فينظر المكلف في الخصال المخير فيها ويتأمل المصالح المترتبة عليها ويفعل ما هو أعظم مصلحة منها ولا يجوز له أن يفعل الأقل مصلحة بل يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح ولو أنه اجتهد ثم لم تترجح في نظره مصلحة على أخرى بعد أن بذل وسعه واجتهاده فإنه حينئذ يفعل أي واحدة من الخصال المخير فيها وهذا التخيير في هذه الحال الأخيرة ليس راجعا إلى شهوته واختياره وإنما رجع لكونه لم يتبين له ما يرجح إحدى المصالح على غيرها وهذا فرق دقيق في المسألة ومن أمثلة ذلك تخير ولي اليتيم في التصرف في ماله فينظر إن كان الأصلح أن يحفظ المال عنده أو عند غيره فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك وإن كان الأصلح له أن يتاجر به ويستثمره ويرى أن هذا أصلح من تجميد المال وحفظه فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك لأن هذا هو الأصلح لليتيم وكذلك ناظر الوقف يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للوقف فإذا وجد أن الوقف قد خرب وتهدم وأصبح لا ينتفع به ورأى لأن يستبدله بما هو أصلح من بأن يبيعه ويشتري غيره مما منفعته مثل من جنس منفعة الوقف فإنه يجب عليه ذلك لأن ناظر الوقف يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح فيه وهكذا في سائر الأمثلة المخير فيها فإذا نظرنا إلى الخصال المخير فيها ووجدنا أن الشارع خير فيها لمصلحة المخير فإن هذا التخير راجع إلى الشهوة والرغبة والهوى وإذا كان التخير راجعا إلى مصلحة غير المخير فإنه يجب عليه أن يفعل ما هو لا أصلح ولا يجوز له أن يفعل ما ترغبه نفسه وتهوى وعلى هذا فلو كانت نفسه ترغب فعل إحدى الخصال وكانت الخصلة الأولى أعظم مصلحة فإنه يجب عليه كانت الخصلة الثانية أعظم مصلحة فإنه يجب عليه أن يفعل الخصلة الثانية لأنها أصلح وإن خالفت هواه ورغبته فإن قال قائل ما الدليل على التفريق بين هاتين الحالين والجواب على ذلك أن الدليل هو استقراء أدلة الشريعة وتصرفات الشارع في أحكامه فإن العلماء نظروا في الأدلة الشرعية والأحكام المستفادة من هذه الأدلة ووجدوا أن الأمور المخيرة فيها إما أن ترجع إلى مصلحة المخير وإما أن ترجع إلى مصلحة غيره ورأوا أن عادة الشارع أنه في الأمور المخير فيها لمصلحة المكلف أنه يترك المكلف وشهوته ورغبته وأما الأمور التي يخير المكلف فيها وهي تتعلق بمصلحة غيره فإنه لا يترك له هواه وشهوته بل يلزمه أن يفعل ما هو الأصلح فالدليل على ذلك هو الاستقراء أدلة الشريعة وأحكامها وليس هناك دليل خاص من القرآن أو من السنة يدل على التفريق بين هاتين الحالين وإنما أخذ العلماء التفريق بينهما من الاستقراء ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه القاعدة انتقل لقاعدة أخرى وهي القاعدة الخامسة والثلاثون فقال القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان قوله لموجب معناه لسبب لأن السبب يوجب الحكم ويقتضيه ومعنى هذه القاعدة أن من فعل شيئا يقتضي العقوبة من فعل شيئا يقتضي أن يعاقب عليه ثم سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب مع أنه فعل ما يقتضيها لكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمثلة فإنه يضاعف عليه الضمان إذا رأى الحاكم ذلك يضاعف عليه الضمان إذا رأى الحاكم أن المصلحة تقتضي هذا و من أمثلة لذلك أن من سرق شيئا من حرزه كما لو سرق غنما من حائط فإنه أن من سرق شيئا من حرزه فإنه يجب عليه القطع لكن لو أنه سرق من غير الحرز كما لو وجد الغنم خارج الحائط فإنه يسقط عنه القطع لأنه اختل شرط من شروط السرقة وهو أن تكون السرقة من حرز والحرز كما هو معلوم لما يحفظ فيه المال وهو يختلف باختلاف الأموال والأزمنة والأمكنة فيسقط عنه في هذا المثال القطع لأنه اختل شرط من شروط السرقة ويضاعف عليه ضمان المسروق بأن يلزم بدفع قيمة المسروق مرتين وهذا إذا أتلفه فإنه تجب عليه لقيمته مرتين لا أما إذا لم يتلفه فإنه يأخذ منه ويعزره الحاكم ومن الأمثلة على هذا لو أن مسلما قتل معاهدا أو قتل ذميا فإنه لا يجب أن يقام عليه القصاص لعدم أو لفقد شرط من شروط القصاص وهو المكافأة بين القاتل والمقتول في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لكنه تضاعف عليه الدية فإذا كان ديته لخمسين ألف مثلا فإنه يجب عليه أن يدفع مئة ألف لأن القاعدة أن من وجب عليه أن من فعل ما يقتضي العقوبة وسقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب فإن الضمان يضاعف عليه إذا رأى الحاكم ذلك والدليل على هذا هو القياس الصحيح والمراد بالقياس الصحيح هو القاعدة العامة في الشريعة فإن القاعدة العامة في الشريعة التي عرفت من فروعها ومسائلها أن من فعل ما يقتضي العقاب وسقط عنه العقاب لموجب فإنه يضاعف عليه الضمان ولما فرغ الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى فقال القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمينه ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه وأصل هذه القاعدة موجود عند ابن رجب في القواعد فقد عبر عنها بقوله من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمينه من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمنه ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمنه ومثال ذلك لو أن ناقة أو لو أن جملا صال على إنسان يعني هجم عليه فقتله حتى يدفع أذاه عنه فإنه لا يضمنه لأنه هنا أتلفه لدفع أذاه له لكنه لو كان في صحراء وليس معه طعام وخاف على نفسه الهلاك ووجد جملا فقتله ولا أكل منه أو أكل هو ومن كان معه فإنه يجب عليه أن يضمنه لأنه هنا لا أتلفه لدفع أذاه به لدفع الأذى الحاصل على نفسه بهذا المتلف فيجب عليه الضمان وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله في القاعدة من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه كما ذكرنا فيما إذا ذبح الجمل في المثال السابق ليأكله فإنه هنا يضمنه لأنه قتله وأتلفه لينتفع به وهو في معنى قول ابن رجب رحمه الله في القاعدة السابقة لدفع أذاه به ومن أتلف شيئا لدفع مضرته فلا ضمان عليه وهذا كما في المثال السابق فيما إذا هجم الجمل على شخص فدفعه وأتلفه لدفع مضرته له فإنه حينئذ ليس عليه ضمان وهذا بمعنى قول ابن رجب رحمه الله من أتلف شيئا لدفع أذاه له فإنه لا يضمن والشق الأول من القاعدة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله راجع إلى أصل وهو تحصيل المصلحة والشق الثاني من القاعدة لراجع إلى أصل آخر وهو دفع المفسدة فلهذا فرق بين الصورتين لأن الصورة الأولى راجعة إلى أصل وهو جلب المصلحة والصورة الثانية راجعة إلى أصل آخر وهو دفع المفسدة مع أن المثال صورته واحدة ففيه إتلاف للجمل كما ذكرنا فالصورة واحدة لكن الحكم مختلف وسبب اختلاف الحكم هو اختلاف الأصل الذي ترجع له كل واحدة من الصورتين وهذا ينبه طالب العلم على أن يكون له عناية بأصول المسائل لأنه إذا عرف أصول المسائل استطاع أن يرجع كل مسألة إلى أصلها فتنضبط عنده الأحكام بخلاف ما إذا جهل أصول المسائل فإن الأحكام تضطرب لديه ويخبط خبط عشواء فيذهب مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال وإذا تكلم الإنسان في مسائل العلم من غير رجوع إلى أصل فإنه سيتكلم بهواه لا محالة وهذا يوجب على طالب العلم أن يتعرف على الأصول الشرعية حتى يرجع إليها مسائلها فنحن في هذا المثال رأينا صورتين متشابهتين في الظاهر لكن أعطيت كل واحدة منهما حكما مختلفا وذلك لاختلاف المأخذ والأصل الذي ترجع له كل صورة منهما وهذه القاعدة دلت عليها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة فمن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى في المحرم بحج أو عمره فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأوجب الشارع الفدية على من حصل منه إتلاف لشعره لأن التقدير فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق والحلق فيه إتلاف فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأوجب على من أتلف شعره في حال الإحرام الفدية فأخذ العلماء من هذا أن من أتلف شيئا لدفع أذاه بهذا الإتلاف يجب عليه الضمان وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لكعب بن عجرة لما جاءه يعوده كما في الصحيحين ووجد القمل يتناثر على وجهه وقال له ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما أرى أتجد شاتا قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وأذن له بحلق رأسه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لأوجب عليه الفدية لأن إتلاف الشعر كان لدفع الأذاه به وأما إذا كان الإتلاف لدفع الأذاه فلا يحصل الضمان كما تقدم معنا ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عمرانة لابن حسين رضي الله عنه أن رجلا عظ يد رجل فنزعها منه فسقطت ثنيته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط هنا ألا الضمان لأن الإتلاف حصل لدفع أذاه له ليس لدفع أذاه به وإنما لدفع أذاه له فهذا دليل يدل على هذه القاعدة النافعة وعرفنا أن هذه القاعدة تشتمل على صورتين كل صورة منهما لها حكم فإن قال قائل ما هو وجه التفريق بين هاتين الصورتين لماذا من دفع شيئا لينتفع به ضمنه من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ما هو وجه التفريق بين هاتين الصورتين والجواب على ذلك هو ما تقدم وهو أن أصل كل صورة من هاتين المسألتين يختلف عن أصل الأخرى فالصورة الأولى راجعة إلى أصل وهو تحصيل المصلحة والصورة الثانية راجعة إلى أصل وهو لدفع المضرة والمفسدة ولما انتهى المصنف رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة نافعة جدا فقال القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا وهذه القاعدة كما قلنا قاعدة نافعة عند اختلاف المتعاقدين لأنه يعرف بهذه القاعدة من يقبل قوله منهما سواء كان ذلك في المعاملات المالية أم كان في الأنكحة أم كان في غيرهما مما يقع فيه الاختلاف والقاعدة في هذا أنه يقدم قول من كان معه الدليل الأقوى فمن كان دليله أقوى فإن قوله يقدم أو من كان معه الدليل فإن قوله يقدم على من لا دليل معه فإذا اختلف إثنان وكان أحدهما معه دليل والآخر ليس معه دليل فإن الذي معه دليل يقدم قوله لأن قوله ترجح بالدليل وإن كان كل واحد منهما معه دليل فإنه يقدم من كان أقواهما دليلا والقاعدة أن الأقوى دليلا منهما هو من كان الأصل معه أو كانت معه القرينة المرجحة فهذا هو الأقوى دليلا وهو من كان معه الأصل أو كانت معه القرينة المرجحة فإن لم يترجح أحدهما على الآخر إن لم يترجح أحد القولين على الآخر في مسألة من المسائل بأن تعارض أصلان مثلا فإنهما يتحالفان فيحلف كل واحد منهما فيقول البايع مثلا ما بعته بكذا ويقول المشتري ما اشتريته بكذا وحينئذ إن رضي أحدهما بقول الآخر فيعمل بمقتضى رضاه وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر بل ثبت كل منهما بعد الأيمان على قوله فإنهما يتفاسخان العقد فهذه هي القاعدة في هذه المسألة وهذه القاعدة يندرج تحتها صور مشهورة وهي إذا اختلف البائعان في شرط وإذا اختلف البائعان في أجل وإذا اختلف البائعان في من حدث عنده العيب وإذا اختلف المتعاقدان في صفة وإذا اختلف المتعاقدان في عين المبيع فهذه خمس مسائل مشهورة يقع فيها الخلاف كثيرا بين المتعاقدين فإذا وقع الخلاف بين المتعاقدين في شرط فإنه فإن القول قول من ينفيه من ينفي الشرط سواء أكان البائع أم كان المشتري لأن الأصل عدمه إذ القاعدة أن الأصل في الأمور الطارئة العدم ومثل ذلك إذا اختلف في أجل وهي الصورة الثانية فإن القول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه وإذا اختلف في صفة وهي الصورة الثالثة كما لو قال أحدهما لا يشترط في الصقر أن يكون صيودا أو قال يشترط في السيارة أن يكون موديلها كذا وخالفه الآخر فهل يقبل قول البائع أو يقبل قول المشتري قال الفقهاء يقبل قول المشتري لأن الأصل معه وهو أنه غارم ومن كان غارما فالقول قوله وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة فقالوا يقبل قول المشتري لأنه غارم ومن كان غارما فالقول قوله والقول الآخر في المسألة وهو الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعد رحمه الله أنه يقبل قول البائع لأن الأصل عدم الصفة فيقبل قول البائع ويرجح على قول المشتري فإذا قال المشتري اشتردت في المبيع أن يكون على صفة كذا وأنكر البائع فإن الذي يقبل قوله هو البائع وذلك لأن الأصل عدم الوصف الصورة الرابعة إذا اختلف في العيب فقال المشتري كان العيب في السلعة قبل أن أقبضها وقال البائع العيب حصل في السلعة بعد أن استلمها المشتري وقبضها فهل يحكم بأن العيب حصل عند البائع أو يحكم بأن العيب حصل عند المشتري والجواب على هذا أنه إذا وجدت قرينة ترجح أن العيب عند المشتري عمل بها وإذا وجدت قرينة ترجح أن العيب عند البائع عمل بها فلو كان المبيع مثلا عبدا ووجدنا له ستة أصابع فإن الإصبع الزائد عيب وهذا لا شك أنه حصل عند البائع فهذه قرينة ترجح قول البائع لكن لو جاءنا العبد ورأسه يثعب دما فهذه قرينة تدل على أنه حصل عند أن العيب حصل عند المشتري لكن إذا لم توجد قرينة فهل يحكم بأن العيب حصل عند البائع أو عند المشتري والجواب أنه يحكم بأن العيب حصل عند المشتري لأن الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فالعصل أنه حادث لأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقاته الصورة الخامسة إذا اختلف في عين المبيع فقال المشتري اشتريت هذه السيارة أو اشتريت هذه الدار أو هذه القطعة من الأرض وقال البائع بل هذه بل اشتريت هذه القطعة من الأرض أو هذه السيارة أو هذه الداء أبه أو هذا الثوب فهل يقبل قول البائع أو يقبل قول المشتري المشهور من مذهب الحنابلة لأنه كما تقدم معنا في الصفة أنه يقدم قول البائع لأنه غارم والقاعدة أن من كان غارما يقدم قوله والقول الآخر أن البائع والمشتري هنا يتحالفان فإن رضي أحدهما بقول الآخر عمل به وإن لم يرضى فإنهما يتفاسخان وهذا هو القول الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله ونصره في معلفاته الأخرى ونقف عند هذا الحد وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أabbام سمطبي سُطبي شكرا در إلى سأدي